لو مش متابع شركة اوبو فهي نزلت الجيل الجديد من الرينو وهو الرينو تن. بس ما نزلش الواحد. اهو نزل بالثلاث اصدارات الرينو تن العادي والرينو تن برو والتن برو بلاس. مش عارف ايه فكرة البرو والبرو بلاس اللي تقريبا بقت موجودة في كل شركات زي الايفون اي تليفون ينزله جديد يقول لك يا برو يقول لك ده برو بلاس. حتى ما غيروش في الاسم حتى تفخ خليه الترا مسلا خير في الاسم شوية. السنة النهاردة مش هتكلم عن التلاتة اجهزة لأ. حيروا الامور اوسطها. هنتكلم عن ايه? عن الرينو تن برو العادي. مش البرو بلاس عشان فيه اختلاف. فدايما انتم متعودين اني بنتكلم اول حاجة خالص على الشاشة. النهاردة مش هتكلم على الشاشة. عشان ما حدش ادائي. النهاردة هنتكلم عن ايه اول حاجة? هنتكلم عن الجهاز ذات نفس الهيكل بتاعه. فالظهر بتاعه بيجي من الازاز ولكن الفريم او الاطار الجانبي بيجي من البلاستيك. بلاستيك مش الومينيوم ولا معدن. ودي حالة غريبة مقرنة بسعره. يعني قلت هيخلوه مسلا الومينيوم على حاجة. لكن مش تخلوه لي بلاستيك يبقى ارواب للخدش او التجريح. لو اتخبط مني مسلا حصل في حاجة مش عارف ايه. فهزل عليه بسهولة. بس هما زعلوني في الفريم بتاعه فحبوا يرادوني اقتر في نظام التبريد. نزلهولي بنظام فيبر شامبر. نظام ده بتاع التبريد السائل بيكون زي السائل كده بيمشي ده الجهاز بيبرده. وعشان طبعا انتعارفين الحر الشديد اللي بنكون موجودين فيه. وده يكون مناسب معك في الجيم اندو كده اني ما اسخنش بسهولة وما تلاقيش الجهاز باز منك وتزال عليه. ومن هذا الحين نزلون ايه بقى لونين. ولونين جراب شوية يعني. دايما متحاودين في الاجهزة بنزلك يا ابيض يا اسود. هنا نزلك لون جري ولون بيربل اللي هو اللون بنفسي العادي. طب ما فيش اسود ابيض الالوان اللي انا بحبها دي لا ما فيش. يعني انا زيك نفسي بفضل لون السود جدا. كل تليفوناتي او كل الحاجات اللي بستخدمها لون اسود. انا عاشق لللون السود اصلا. بس يا سيد دي روح نحط نعلك ايه بقى? حط لك البصمة جوه الشاشة وخلالك سريع. بصمة الرينة او عاماتهم بتبقى البصمة بتاعته بكون سريعة والدنيا فيها لذيذة. مش من نوع لا تعلق منك لو انت صبعت بيارق زي كده بسهولة لا. لا بتفتح معك ما فيش مشكلة. وانت مأجل لكم حاجة مهمة جدا وهي ايه بقى? الشاشة. ما انا مش هنفع عن السكويت عليها. شاشة هنا هي بتجي من نوع اموليد وبتيجي بمقاس ستة وسبع انش وده كويس عنده تقريبا المقاس الشائع في كل التليفونات حاليا. اي تليفون هتفكر تجيبه عالي قليل هتلاقي فيه ستة وسبع انش الشاشة بتاعته. مش هتلاقيه اقل من كده. يوم ما تقل ستة ونص ستة واربعة دي اقل حاجة ممكن تشوفها. بشاركات تانية بقى بتاعي لا توصل لستة وتمانية انش. يعني انا افتكر على ايام زمان من كم سنة كده فاته كان التليفون يوم ما تجيبه مسلا خمسة انش شاشة بتاعته. يبقى ده كبير جدا وتيلقى ومقدرش تمسكه اصلا. لكن دلوقتي قال بقى احنا هنزل كل شاشة كبيرة بقى اي تليفون انت عايزة شاشة كبيرة. وتي حاجة حلوة على فكرة مش وحشة عشان طبعا تبقى ماسكه زي التابلت تقدر تتفرج فيه على حاجة فيلم وسلسل اسهلك بكتير مما تفتح لاب او البي سي بتاعك او ان انت تروح تشتري طبعا تابلت فهيكون موفر لك اكتر. كمان دقة الشاشة بتيجي فل اتش دي بلاص. في الشاشة. في وديك في حتة تانية خالص. بعرس لو تليفون ما لقدش فيه اتش دي بلاص ولا مية عشرين هيرتز. تحس ان انا مش حابب التليفون اصلا انا عايز ادي بحاجة اعلى من كده. بس زي ما قبوا فراحتك لازم تزعلك. المية عشرين هيرتز دول مش متكايفين. يعني انت مية وعشرين هيرتز الشغال سواء فتح تليفون او قفله. فده في سبب اي بقى? مسابب استهلاك كبير. يعني التليفون تلاقيه منك ما بيستحملش هتلاقي البطارية مش هتكمل لو تقعد اربعة عشرين ساحة تستخدم التليفون. لا انت هتستخدمه لاستخدام المعتاد ومشي الجامد لا المعتاد عادي جدا وهتلاقيه ما يقعد معك لاخري اليوم. هتستخدمه استخدام شرق العاب منتاج بقى الجرافر للشغل ده كله لا يعني عايز على الجامد. كمان التليفون بيجيب تسعمائة نتزف ده كويس جدا في الاضاءة لو انت ماشي في الشارع بس مش ماشي واضاءة الشمس مباشرة على الجهاز. لا لو انت ماشي في الشارع مش شمس مسلا جنبيك هادي. لكن الاضاءة تبقى مباشرة على الجهاز هتضايقك وهتبقى مش شاف من التليفون كويس. وني جبال نقطة البروستسر فهو بيجينا بسناب دراج سبعمائة تمانية وسبعين جي. عادي عادي ما جيتش عليك. البروستسر ده كويس جدا هو اساسا مخصص للجيمينج والالعاب فده هيساعدك جدا مش هكون عندك مشكلة. هو بصراحة يعني ما يستهلش سعره مقارنة بسعر الجهاز بس او يمشي الحال. انا بالنسبة لي لو هطلع ما انا ممكن اجيب مسلا النسخة بتاعة البرو بلاست تكون بامكنات اعلى حتى لو في فرق سعر اعلى شوية. او بنفس الفئة السعرية دي فانا ممكن اجيب الجهزة تانية موبايلات تانية ببروستسرات بتكون في انا مش عارف ليه البروستسر ده محطوط اصلا. بس يعني هاتو يعني مش هيأثر معك. بس بحالة ايه بقى لو انت بتستخدم واستخدام عادي مش جيم تقيلة. مش علعب تقيلة. علعب اللي هي المتوسطة اللي هي اللي في حركة اه. وحرب وكده بس مش شديد قوي. يكون تقيل على الجهاز فتحسس ان فيه تقطيع اولاج او كده. ومن النحة التانية اللي هيساعدك في الجيم وهيساعدك في التصفح الرمات. بيجيب رمات تمانية ورمات اتناشة. ويجيب ساحة مية تمانية وعشرين ومتنستة وخمسين. كمان بيجيب اندرويد تلاتاشر وهيتحدس لاندرويد اربعتاشر وكمان بيجي البطارية اربعة تلاف وستمية ميلي امبير وبشاحن ثمانين واط فده كويس جدا يشحلك التليفون في نصف ساعة تقريبا او اقل فده هيساعدك جدا لو انت ورات مشاوير على طول. مجرد ما تشحنه بس ما سافت ما تتجهز نفسك هتنزل على طول هتلاقي شحن. واغرب حاجة ممكن تشوفها في الجهاز ما بيتعمش شحن لسلكي بس بدعم شحن لسلكي يعني منفعش شحنه بشحن لسلكي لكن ينفع حط تليفون على ظهره فيشحنه. عادي جدا. فدي حاجة جريبة اصلا. ونجي للكاميرات فهو بيجيب تلك كاميرات خلفية كاميرا اساسية كاميرا الترا وايد كاميرا تلي فوتو. والكاميرا التلي فوتو بتدعم لحد اتنين اكس زوم وكمان الكاميرات فيها مسبب بصر كويس لو انت بتصور فيديو وايديك بتتعزى بتلاقي ثابت معاك وكويس جدا موفوش اي مشكلة. كمان بيدعم تصوير فور كي لحد تلاتين فريم تصوير الف وتمانين او فول اتش دي لحد ستين فريم وسلو موشن تسعمية وستين فريم. انا مش هاربني موضوع الفور كي التلاتين فريم دي لاني اغلب الاجهزة او اجهزة اقل منه بكتير في السعر. بيكون مدومة بفور كي ستين فريم. فليه ده بتلاتين فريم انا مش فهم. اوقات كاميرا تقوبة بيكون كويسة جدا في التصوير ومفاش اي مشكلة. بس برضو ليه تحطي لي تلاتين فريم. خليهم ستين فريم. ونجي للكاميرا الامامية فاية بتيجي اتنين وتلاتين ميجابيكسل بتدعم الف وتمانين تلاتين فريم كتصوير فيديو. مرضو مستغرب هنا لما خلاش مسلا الف وتمانين ستين فريم. طب ليه ما خلاش فور كي على تلاتين فريم. يعني ايه اللي هيحصل في كده. الموبايل بيدعم وبيدعم البلوتوز خمسة اتنين. وكمان بيدعم بتاع الكروت اللي بيرى الكروت القريبة. وكمان بيدعم الاشياء تحت الحمراء. تقدر تشغله مكان تكريف مسلا تلفزيون شاشة. ايه الحالات دي كلها. كمان هو بيجي بشارحتين من نوع نانو وبيدعم الفايف جي. بالنسبة للسماعات بتاع الجهاز فاية بتيجي من نوع مونو اللي هي الاحدية الاتجاه. كمان بيتيجي مدعومة بدولبي اتموس يعني ما تفهمش ازاي مونو. زي احدية الاتجاه ودولبي اتموس. هيتنين ما يركبوش مع بعض. فلو انت استخدمت التليفون ده يعني اشرح للموضوع ده حصل ازاي? وكمان بيجي بمدخل سماعة تلاتة ونص ميلي فده كويس انت تتركب فيه سماعات على طول. باكس التليفونات دلوقتي كلها بقاش فيها مداخل سماعات عشان مقومة المية. بس يا سيدي ده ملخص كل التفاصيل الممكنة عن التليفون ده ميزات وايوب وكل حاجة فيه بالتفصيل. واللي انت ايه رايج بقى في التليفون ده هل بنسبة لك كويس ولا وحش هل سعره عالي اوي مقارنة مسلا باجهزة اقل منه تكون اعلى في الامكانيات. هل انت شايف الجهاز يستهل اصلا ولا الجهاز مش كويس ولا الجهاز ضعيف ولا الجهاز جميل اوي يعني قل لي رأيك انت في كومنتات كده بالنسبة لك ومن خلال التجربة بتاعتك. لو انت جربت التليفون وطبعا قل لي رأيك في الكاميرات بتاعته كويسة. لا اه وبعت لي صور للكاميرات بتاعته كمان نشوفها ونتناقش فيها في كومنتات. ما تنساش بقى المتابعة الجميلة على اللي تيكتورك وعلى بنزل عليهم حاجات مهمة جدا هتفكركم جدا. ما تنساش طبعا المتابعة والاشتراك الجميل بتاعكم عشان تناوروني وعشان تشوفوا اخر الاخبار وكل حاجة جديدة بنزلها اول باول وكنهم تبين اخر الاخبار في في مجال التكنولوجي عامة ككل. وتمنى اشوفكم على خير ان شاء الله. سلام.